شكرا لك بسانت الثمية صباحا بتوقيت القاهراء السادسة بتوقيت جرينيتش موكيز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتح السيسي بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوي له لتصبح شرائين حياة تكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة وذلك لاستعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس عبد الفتح السيسي شاملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاول ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتة بما في ذلك تطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم يصبح ثمان حارات مرورية في كل اتجاه صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 799 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم لارتفع إجمالية متعافين من الفيروس إلى 222.315 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 77 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس بالإضافة إلى وفاة 6 حالات جديدة مشيرة إلى أن إجمالية العدد التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغى 283.567 من ضمنهم 222.315 حالة تم شفاؤها و16.431 حالة وفاء أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه سجلت حوالي 205 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء وسجلت الوزارة حوالي 6.787 حالة إصابة جديدة بالفيروس وقفز عدد الإصابات الإجمالية إلى نحو 530 ألفا بينما وصل العدد الكلي للوفيات بالفيروس إلى 17.2 حالة تستقبل المملكة العربية السعودية اليوم طلق حجاجة بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعد المحاميد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الحجاجة هذا وكثفت لاستعدادات الميدانية وهوئت جميع المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي مشيرا إلى أنه جرت تأكد من جاهزية الإمكانات البشرية والألية كافة لاستقبال الوفود الأولى إلى المسجد الحرام لأداء توفيل إفاضة وسط بيئة صحية وأمنة مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية تقديم دعم سريع من الجيش الألماني للمناطق التي تشهد كارثة سوء الأحوال الجوية والفيضانات في غرب وجنوب غرب ألمانيا وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أن الجيش سيقدم ساعدات سريعة ودون تعقضات في مدينتي هاجين وأرين فايلر بإجمالي 300 فرد من جنوده من جانبها وصفت رئيسة حكومة ولاية راين لاند بافلتس التي تشهد مناطق كثيرة بها هذه الكارثة الوضع في المناطق التي اكتحتها الفيضانات بأنها كارثة لم يتم معايشتها مسبقا على حد قولها قال رئيس جنوب أفريقيا سيريلا راما فوزا أن الاضطرابات التي اكتحت بلده في الأسبوع الماضي تنحسر وأن الهدوء عاد لأقلب المناطق التي شهدت أعمال عنف ونهب وفي خطاب وجهه للشعب أكد راما فوزا أن الشرطة اعتقلت ما يزيد عن 2500 ممن تشتبه في دلوعهم على التحريد على العنف وأن تلك القضايا ستعطى الأولوية في النظر فيها مشيرا إلى أن حجم الضمار الذي خلفته أعمال العنف تقدر تكلفته بمليارات من العملة المحلية يأتي ذلك بعد اندلاع أعمال الشقب في عدة أجزاء من البلاد إثرى سجن الرئيس السابق جاكوب زومة لعدم مثوله أمام جهات التحقيق في قضية فساد خاضى فريق الأهل ميرانه الأخير على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا لمواجهة كازر تشيفز في المباراة التي ستجمعهما اليوم في نهاية دور أبطال إفريقيا ويسعى نادي الأهل لمواصلة صحوته في دور أبطال إفريقيا والتتويق بالنجمة العاشرة بعد الفوز بالتساع العام الماضي على حساب نادي زمالك توجد المنتخب الوطني بفضية منافسات الفرق للنشئات ببطولة العالم من الخماسي الحديث التي تصطدفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا ونقل البحري بالإسكندرية في الفترة من الثاني عشر حتى الثامن عشر من يوليو ألجاري وكان منتخب النشئات نجح في التأهل النهائي فرد النشئات بثلاثة لعبات هم سلمة أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبيا توكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أضل 36 لعبات المتأهلات للنهائي بعد تحققهم مراكز متقدمة في منافسات النصف النهائي نهاية مكز الأخبار من التفزيون المصري فاصل ثم نعود لاستكمال فقرات صباح الخير ومصر